السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة وسوف أبدأ معكم اليوم و كالعادة في بداية المنهج سوف نقوم بطرح بعض الملاحظات بارك الله فيكم أولا سوف نبدأ اليوم بمراجعة المكتسبات السابقة الجزء الأول بارك الله فيكم أيها الطلاب وطالبات يجب أن تكون دائما في جميع حصص مادة لغتي و في المواد الأخرى أن تكون مستعد بالقلم و الكتاب و الدفتر لتدوين الملاحظات المهمة أو الإجابة على التدريبات أو القراءة عندما يطلب منك ذلك بارك الله فيكم سواء في المدرسة أو أيضا في هذه الدروس على هذه القنوات ننتقل و إياكم أولا إلى الكفايات والمستهدفة في درسنا اليوم أتعرف على مفردات المنهج ثانيا استذكار أنواع الكلمات ثالثا استذكار أنواع الفعل رابعا استذكار أنواع الجملة طبعا أيها الأبطال أول درس سوف يكون معنا مراجعة مكتسبات السابقة لما تعلمنا في الصفي الرابع و الخامس الابتدائي و هذا الشيء سوف يفيدنا الاستعداد للانطلاق في بناء مهارات و معلومات جديدة تستند و تقوي ما سبق أن تعلمنا أيها الأبطال أيضا لا أنسى أن عندما لا أعرف أو عندما لا أتقن المهارة السابقة فلنستطيع التجاوز بسهولة للمهارة التي تليها بارك الله فيكم ينبغي في دراسة القواعد أولا تحديد نوع الكلمة سبق و عند درسنا في الصف الرابع و في الصف الخامس أن أنواع الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف الاسم ما دل على معنى في نفسه دون اقتران بزمن و علاماته أنه يقبل التنوين و التعريف و الجر أما الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن ما دل على حدث مقترن بزمن سوف نتطرق لها بعد قليل أما الحرف لفظ لا يظهر معناه إلا إذا اقترنا بغيره مثل حروف الجر و العطف و النداء إذن هذه أنواع الكلمة بودي منكم أيها الأبطال أن تحفظوا هذا البيت و ترددوه دائما يقول ابن مالك في ألفيته كلامنا لفظ مفيد كاستقم و اسم و فعل ثم حرف الكلم و هذا يدل في اللفظ و في البيت الشعري في هذا البيت أنه جمع أن الكلام اسم و فعل و حرف بارك الله فيكم أنتقل و إياكم إلى أنواع الفعل أنواع الفعل الماضي و هو الزمن الماضي مثال كتب إذن الزمن الماضي مثل كتب و علامته قبول تاع التعنيث قبول تاع التعنيث الساكنة و تاع الفاعل مثل كتبت هند الواجب كتبت هند الواجب أيضا كتبت الواجب هذه من علاماته أنتقل إلى النوع الثاني من الأفعال و هو الفعل المضارع و الفعل المضارع الزمن الحاضر أو المستقبل أو المستقبل يكتبوا يكتبوا علاماته قبول السين أو سوف من علاماته الفعل المضارع أنه يقبل السين سأكتبوا أو سوف أكتبوا سيشكر المجد ثم سوف يكافأ آخر العام يبدأ الفعل المضارع بأحد الحروف الآتية اليا و التا و النون و الألف مثل يكتبوا تكتبوا نكتبوا أكتبوا أنتقل و إياكم إلى النوع الثالث وهو الأمر الأمر في الزمن المستقبل المستقبل مثل أكتب مثل أكتب هذا أمر سوف يحدث في المستقبل هذا أمر سوف يحدث في المستقبل أو فعل سوف يحدث في المستقبل علامة اتصاله بيا المخاطبة مثل أكتبي أكتبي هذا بشكل توضيح لأنواع الفعل ننتقل إلى أنواع الجمل سبقا تعلمنا ودرسنا أن الجمل نوعان جملة اسمية وجملة الفعلية دعونا في الجملة الاسمية أولا الجملة الاسمية وهي التي تبدأ باسم ولها ركنان أساسيان المبتدى والخبر المبتدى والخبر وهما مرفوعان دائما المبتدى والخبر دائما مرفوعان مثل الطالبة مشتهدة أما علامة العراب سوف نتعلم المزيد بارك الله فيكم النوع الثاني من الجملة الاسمية أعفوا من أنواع الجمل الجملة الفعلية الجملة الفعلية وهي التي تبدأ بفعل ولها ركنان أساسيان إذن بدأت بفعل لها ركنان أساسيان فعل يدل على حدوث فعل يدل على حدوث وفاعل يحدث أو يحدث الفعل أو من قام بهذا الفعل وأحيانا ينصب الفعل ينصب الفعل مفعولا به إذا كان متعدياً بمعنى شكر المؤمن الله شكر فعل ماض مبني على الفتح المؤمن فاعل مرفوع إذن هذا الركنان الأساسيان الفعل والفاعل لفظ الجلالة الله مفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة هذا مقصود بإذا كان متعدياً بارك الله فيكم إلى هنا أيها الأبطال نصل إلى نهاية درسنا تعلمنا اليوم أو استذكرنا اليوم أو تعرفنا على مفردات المنهج و استذكرنا أنواع الكلمة أيضاً استذكرنا أنواع الفعل أخيراً استذكرنا أنواع الجملة بارك الله فيكم أريد منكم في نهاية درسنا اليوم أن تعودوا إلى هذه أنواع الكلمة و أنواع الفعل و أنواع الجمل و تضعوا أمثلة أو تبحثوا أمثلة أو تنشئوا أمثلة من ذاكرتكم و ليتم التدريب أكثر و أكثر حتى درجة الاتقام بإذن الله فهو شيء مهم لبناء المعلومة التالية التي سوف تحصلون عليها جميعكم أيها الأبطال في المواضيع القادمة بإذن الله إلى هنا بارك الله فيكم نكون قد وصلنا في هذا الدرس إلى نهاية درسنا اليوم أمل من الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقته في شرح هذا الدرس أيضا نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى لنتمم معكم ما تبقى من هذا الدرس في الدرس القادم بإذن الله إلى ذلك الموعد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة